نظمت هيئة المحطة النووية لتوليد الكهرباء الاحتفالية السنوية الثانية لعيد الطاقة النووية تحت رعاية الرئيس السيسي يأتي العيد السنوية لطاقة النووية تعبيرا عن الانطلاقة الحقيقية لمشروع مصر القومي للمحطة النووية والذي يوافق توقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا للتحادية في 19 نوفمبر عام 2015 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي نظمت هيئة المحطات النووية الاحتفالية السنوية الثانية للطاقة النووية والتي تأتي تعبيرا عن الانطلاق الحقيقية لمشروع مصر القومي للمحطات النووية ويوافق توقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا الاتحادية لإنشاء أول محطة نووية على الأراضي المصرية وهي محطة الضبع النووية المحطة يعني مصممة على أعلى درجات الأمان ودي دخل في منظومة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وهي أيضا من ضمن مزيج الطاقة يعني حراكة عارفة احنا اشتغلنا في سنة 2014 أو 2015 وكان فيه تحديد لمزيج الطاقة بنعتمد على الطاقة النووية بنعتمد على الطاقة الجديدة المتجددة وطبعا الطاقة الاحفورية بقدر معين وحنا حتى زي ما راك شايف ان احنا بنغذم أو استخدامات كمان للطاقة المتجددة الحقيقة الطاقة النووية هي طاقة نظيفة بتحافظ على البيئة بتقع في قلب التنمية المستدامة تماما الحقيقة بتحافظ على البيئة لأنها بتقل من بعثات الكربونية يمكن الطاقة النووية هي انبعثات الكربونية أقل من الطاقات الأخرى هي تتساوى فقط مع طاقة الرياح لكن هي أقل كثيرا من الطاقات الأخرى التي يمكن مقانتها بيها طاقة مستدامة الاحتفالية أقيمت بمشاركة عدد من القيادات وخبراء الطاقة النووية وتضمنت الاحتفال بتخريج الدفع الأولى من مدرسة الضبع النووية وذلك احتفاءا بيوم تاريخي يعد بمثابة بداية للمشروعات النووية على أرض مصر أهمية الحدث تكمل فيه أن مصر حطت الليبانات الأولى للمشروع النووي المصري تحت قادة السياة الرئيس عبدالفتاح السيسي والنهاردة العيدة التانية للطاقة النووية فاندم أننا بدأنا فعلا هيئة المحطات النووية في الصب الخرصانية الأولى والتانية في هذا العام والنجاح الحقيقي أننا بدأ مصر تملك طاقة بشرية عالية جدا كانت متمثلة النهاردة الحقيقة في الخريجين الجدد من مدرسة الضبع النووية مدرسة الضبع النووية هي مدرسة الأولى من النوع في الشرق الأوسط هي مدرسة نظامها خمس سنين بيتم الاتحاق بها بعد الاعدادين بشارة وعلشان الاتحاق اللي هي فيها شروط فيه شروط طبعا في الدرجات وغير كده فيه اختبارات كتيرة عملناها في كلها في النهاية العسكرية وجودي في مدرسة دبعة نووية كانت فرصة كبيرة جدا لها كطموح شخصي لان هي بتمزج بين الطابع العملي والطابع العلمي فدي خبرة كبيرة جدا لأي شخص يحب ان هو يكون عنده خلفية عن مجالها وبيحبه هو تخصي الميكانيكا وفي الاول انا كان فعلا تخصصي اللي انا حبه هو ميكانيكا فلما دخلت المدرسة تخصصته على مدار الدراسة خلال الخمس سنين قدر ان احنا نستفيد بكم كبير جدا من المعلومات والخبرات على المستوى العملي والعلمي التحقي بالمدرسة اضاف ليه كتير طبعا لاني بقيت جزء من اول مشروع نووي مصري انا اول فريق من ضمن اول فريق هيشتغل في المشروع ده وان شاء الله اكون قادر ان انا نضيف يعني للمشروع زي ما المشروع ضاف يلعب مشروع انشاء محطة الضبع للطاقة النووية دورا هاما في الحياة الاقتصادية والتكنولوجية بما يعكس اهتمام مصر بالطاقة النظيفة ويحقق قاعدة كبيرة من اجل تنمية مستقرة ومستدامة لعقود قادمة جرمين ابراهيم التلفزيون المصري